بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا في هذا اللقاء عنوانه المحرمات من النساء في النكاح أو المرأة التي يحل خطبتها فالخاطب لا يجوز له أن يخطب إلا من تحل له من النساء أما النساء التي يحرمنا عليه فلا يجوز أن يتقدم لخطبتهم والمحرمات من النساء نوعان محرمات حرمة مؤبدة ومحرمات حرمة مؤقتة أما المحرمات حرمة مؤبدة فهن التي يرجع تحرمهن إلى سبب لا يقبل الزوال فهؤلاء يحرم على الرجل الزواج بواحدة منهن على أي حال وعلى مدى الدهر أيضا وهن أعني المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف محرمات بالنسب ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات بالرضاء فأما المحرمات بالنسب فهن سبع وقد نص الله تعالى عليهن في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت هذا إجمالا وبيانهن كالتالي الأم والجدة والبنت وبنت الإبن وبنت البنت وبنت بنت الإبن والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم وبنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها أيضا بنت الأخ وبنت ابنه أيضا هؤلاء الذين اللواتي يحرمنا بالنسب أما التي يحرمنا بالمصاهرة فهن أربع الأولى أم الزوجة فمن عقد على إمرأة حرم عليه جميع أمهاتها من النسب والرضاء وإنعلون كذلك بنات النساء أو ما يسمى بالربائب فكل بنت للزوجة من نسب أو رضاء فتحرم على الرجل إن دخل بأمها كذلك حليلة الإبن وهي زوجة الإبن وهؤلاء يحرمنا بمجرد عقد الأبناء عليهم الرابع زوجة الأب وزوجة الجد وهؤلاء أيضا يحرمنا على الإبن بمجرد عقد أبيهن عليهم الصنف الثالث من المحرمات على التأبيد المحرمات بالرضاء فكل إمرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاء لقوله تعالى وأمهاتكم اللات أرض عنكم وأخواتكم من الرضاعة ولقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء من الرضاعة ما يحرم من الولادة لكن يشترط في التحليم بالرضاعة شروط منها أن يكون الرضاء في الحولين وأن يكون خمس رضاعات ولو متفرقات في أرجح أقوال العلماء أيضا أن يكون هذا اللبن ثابعا حمل وأن يكون لبن إمرأة لا غير هذا هو باختصار النوع الأول أو القسم الأول من المحرمات من النساء في النكاح أما القسم الثاني فهن المحرمات حرمة معقتة وهن الأصناف التالية أولا ما يحرم من أجل الجمع فيحرم الجمع بين الأختين لقول الله تعالى وأن تجمع بين الأختين وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك فقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحمكم وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة أيضا من المحرمات حرمة مؤقتة ما يحرم بسبب الجمع أيضا فلا يجوز أن يجمع الرجل بين أكثر من أربع نسوة لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارغ ما زاد عن الأربع النوع الآخر ما يحرم من النساء لأجل عارض مثل زوجة الغير ومعتدة الغير لقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمراد بالمحصنات في الآية المتزوجات وقوله جل وعلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل أيضا المطلقة الباء بينون كبرى فهذه المرأة لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غير بنص القرآن الكريم قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا والعل في هذا والحكمة من هذا التحريم والله أعلم تعظيم أمر النكاح وإكرام المرأة لماذا؟ لأنها كانت في الجاهلية تطلق مرات عديدة دون حد وتراجع مرات عديدة دون حد لزمان أو عدد فجاء الإسلام بإكرامها وصيانتها والمحافظة على حقوقها من المحرمات أيضا المحرمات لاختلاف الدين فلا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا يتزوج المسلم امرأة كافرة لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وقوله أيضا تعالى ولا تمسك بعصم الكواثر إلا الحرة الكتابية فيجوز للمسلم أن يتزوجها بنص القرآن الكريم في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أيضا من المحرمات حرم مؤقتة المحرمة بسبب الإحرام بحج أو عمرأة فلا يخل نكاحها سواء كان بالعقد أو بالدخول وسواء كان الإحرام بحج أو بعمره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أن الصنف الثاني أو النوع الآخر الزانية فإنه يحرم نكاحها حتى تتوب لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لماذا؟ لأنها إذا كانت مقيمة على الزنا فإن الزوج لا يأمن أن تلحق به ولدا من غيره وربما تفسد فراشه لذلك حرم نكاحها النوع الآخر المرأة المخطوبة للغير إذا أجيب فالمرأة المخطوبة لا يحل خطبتها لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له لأن في ذلك إفسادا على الخاطب الأول واعتداء على حقه ويقاعا للعداوة بينهما أما إن عدل الخاطب عن خطبته أو أذن لغيره بخطبة تلك المرأة أو لم توافق المخطوبة ولم تعطي جوابا ففي هذه الأحوال يجوز للغير خطبتها هذا باختصار درس المحرمات من النساء في النكاح عرضته عرضا سريعا ومن أراد الاستزادة في هذا الأمر فليرجع للمادة العلمية في المقرر أو لأي كتاب من كتب الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبها ومؤلفيها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين والحمد لله أولا وآخرا